اشتركوا في القناة 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 13 اسبوع فيها من 3 الربعة ميلي اكتر من 2 الى 3 الربعة ميلي واللونج بتاحها من 12 الى 16 ميلي والتريت متفاعتها سيرج كان افتر بتاع الفي لويدس والالكتروليس التالعية الديوديني الابستركشن ممكن تكون نتيجة انترينسيك كوز الانترينسيك كوز الاتريزي بتاعتها وبتباق بولها دراملس برينيتالي وضبل بابل سين في الاكس راي والعين دهو بيليس فومتينج ويز لك اف ابدو من الستنشن الى اكسينسيك كوز ممكن تكون الانتصال المال روتاشن البانك الانيور بانكرياس دو بليكيشن سوديسيست بتاع البانكرياس او الكوليو دوكالسيست دي تايبس بتاعت الديوديني الاتريزيا بتبان في صورة دابل بابل سينز ممكن تبقى من طيب وان من برين او الحاد طيب سري كومبليت اتريزا وزم زينترك دفكت تريد من بتاعتها ديودينوستومي او رومبويت طيب دي انتصال المال روتاشن المست دينجرس العيان اللي هو بيليس فومتينج بريزينت بالبيليس فومتينج مست بي كونسيدرد وزاوة دستنشن مست بي اميديا سرجكال ربين هو انز مست ديوديني الالجرس دي الالجرس بتاع المال روتاشن بتتراوح من نانو روتاشن مال روتاشن او ريفيرزد روتاشن وذي اتصور بتاعتها هشوفها ازاي في الاشعن والعيان دهوت مست بي اميديا سرجكال ربير مستنى لي سترضى في الاشعن مال او ريكتال اتريزيا ها البيل او ديوديني الالجرسي للابرويزم او وجيجنا اتريزي ها من يسميهاها اي انساهم بستراكشا بيتبان ان فيه موجود الايليا الاتريزيا بتبقى بنسميها الديستل وديت بتبقى بسمول انيوز دو كولون هاوفر لكل اكتريزيا بتبقى رير الملكونيوم الياس والاسوشيون بتاعه ما السيستيك فيبروزيس هو عبارة عن اسفزيز ملكونيوم موجود في الترميل اليام زي ما احنا شايفين الير في لود ليفل في الحالات الملكونيوم الياس ممكن ما تكونش واضحة زي السرعة على الشمال دي لما بعمل اللور جي اي بلاقي في نان يو اسمول نانيوز دو كولون والايليم في ريفلاكس للضاي دي ليتد مش ابستركتد دالب في ربقى من الايليا الاتريزيا ممكن ايه كومبليكات الموكينيوم في صورة كالسفيكيشن او سودو سيست الفنكشن اماتيوريتي في دا كولون زي بنقل لها مساميات كتير ميكون يعني بلاج كونيك اماتيوريتي سمول ليفت كولون ودي من حسن الحظ بنائن سلف لمتينج ترانزينت نتيجة اماتيور نيورونج جانجيليون اور سيكريشن ودي ات اللور جي اي كونتراست بيباني الترانزيشن زون الريكتوم دي ليتد وبعد كده الليفت كولون هو الايبسراكتد والفانلينج عند اسمينك في لكشور وده كاركترستيك للليفت كولون سندروم الهرش ترانك تزيز كلنا عارفين ان هو في دليل بس اف ميكونيام من اول ما تولد والدجري بتاحته بتا الكلاسيك فورم الريكتوسيجمويت وبتتراوح ممكن يكون لونج سيجمينت ممكن تكون شورت سيجمينت لحد توتال كولونيك والانتيري كولايتس اسوشيت ويز هيرش سبرانك تزيز ديت بتبقى فيتل ولازم ان احنا نعلك طيب بنشخاصها ازاي بنشخاصها بي اللور جي اي كونتراست بيباني الترانزيشن زون زي ما حدوكم شايفين خاصة في اللاتر الابليك والامبر بيرد كولون الترانزيشن بوينت على حسب الطيب بتاعه لهو ريكتوسيجمويت هيبان عند الريكتوم ولهو توتال كولونيك هيبان صورة زي اكسيكليميشن ماركة علامة الاستفهام واهم حاجة ان احنا نستنى ريتيند كونتراستي ماتيريال عشان الشورت شورت اه الترا شورت سيجمويت بتاع الهرش سبرانك والريكتال بيوبسي منداتوري ايفن لو الكونتراست از ترو لو انت شايف كلاسيك اكس راي لازم نعمل ريكتال بيوبسي عشان الاسوشيات اخر حاجة الريكتال مارفورميشن طبعا الوايد فرايتي في الميل بتروح من برينيال فيستولا لحد ريكتو فيستولا او ريكتو فيزايكال فيستولا في الفيميل اما بريل او بستيبولر فستولا لحد الكلويكا ودي الكل كل بتختلف الالجوريزم في الميل عن الفيميل بس احنا بنسترس اول عشرين دقيقة الاربعة وعشرين دقيقة بعدما اعمل لازم افويت اا ان انا اا في اول اربعة وشرين ساعة سباين وبيلين الهجرين زي ما الدكتور شريف اتكلم عليها والانومالز بتاع بطاعة بتاعتها دي أسباب من الإنسان البستركشن والنيك زي ما حالت كلمتهم طيب الكلينيكا الأبروش نحن ممكن نقسمهم من مجرد الإكس راي لهاي إنسان البستركشن ولو إنسان البستركشن الالجوريزم نحن أول ما العام بيتولد لإنيونية الإنسان البستركشن ساسبكتد في صورت فوميتينج أبدو ملاستنشن لازم عامل ساستيشن وحط نيزو جاستريك تيوب وقل نيزو جاستريك تيوب باس باس هي أسفجيات ريزية ولا باس هي أسفجيات ريزية ثم أنتمي الانس بإنوه إستنورة أو كثير بانوه إستنورة. فقط هي أمور أمور ثم أذهب إلى بلين إراجل بلين إراجل تخصيص النقيمة عين ساكشة أجمع بابلا ساكشة ريبينة وعينة حين ساكشة ريبينة القيمة أنسانية إنسانية through an inch of the file إذا كان هناك دائناً أريد لإنسانية أمور ساكشة ريبينة ثم then is low in some obstruction like this and low instance fraction you will go to lower GI contrast to delineate lower GI symptoms this is algorithm we can divide it into when to order upper GI contrast to exclude our anomaly and the other algorithm to do lower GI to delineate the pathology I think thank you شكرا دكتور أحمد اشتركوا في القناة